السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر إنني أود أن أبعث من خلال مجلسكم الموقر رسالة اطمئنان إلى أبناء مصر الأعداء مؤكداً على عدد من الأمور الهامة التي يجب أن نضعها مع النصب أعيننا ونحن نكمل المسيرة في المستقبل أولاً إن مصر قادرة وتمتلك من الثروات الطبيعية والبشرية ومن الإمكانيات ما يجعلها قادرة على أن تكمل مسيرتها في المستقبل بكل ثقة واتمئنان ثانياً وكما يؤكد السيد الرئيس دائماً فإن كل الإنجازات التي تتم على هذه الأرض هي إنجازات الشعب المصري وما الأفراد كبيرهم وصغيرهم إلا تروس في الآلة المصرية الكبيرة آلة الشعب الذي صنع الحضارة والذي لا يزال يصنعها ثالثاً إن التكاتف بين الشعب والحكومة والتماسك الاجتماعي والالتفاف حول هدف واحد هو الوسيلة الهامة لتحقيق النجاح وأكد لكم اليوم أن الحكومة سوف تعمل بكل قوتها لتنفيذ توصيات فخامة الرئيس وأن تستلهم من المراجعة المستمرة من مجلسكم الموقر الذي يؤدي دوره الرقابي مصارات لتطوير الأعمال المختلفة كما أن الحكومة سوف تعمل على متابعة مشاكل المواطنين والتعرف على حاجاتهم والعمل على حلها وسوف نواجه بكل حزم أي تجاوز من جانب الجهاز الإداري أثناء أداء الخدمات للمواطنين السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر سنضع بين أيديكم وثيقة تفصيلية لبرنامج عمل الحكومة تضم أكثر من ثلاثمائة صفحة توضح بشكل جلي مصارات وبرامج عملنا استعرضنا في هذا البيان جزءا يسيرا منها ونرحب بجميع الأراء والتوصيات عقب دراسة البرنامج من مجلسكم الموقر لنقر معا مصارات عمل الحكومة للفترة القادمة ونحوذ ثقة أعضاء السلطة التشريعية ممثل الشعب تتعهد الحكومة بالالتزام برفع تقارير متابعة الأداء والنتائج إلى البرلمان بشكل دوري لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق الأهداف المنشودة كما ستعمل الحكومة على عقد مؤتمرات صحفية منتظمة لإعلان هذه النتائج وتوضيحها للرأي العام المصري بكل وضوح وشفافية إن هذا الالتزام يأتي في إطار حرص الحكومة على التواصل المستمر مع المواطنين وإطلاعهم على كافة المستجدات المتعلقة بتنفيذ البرامج والمشروعات الوطنية مما يعزز الثقة المتبادلة ويضمن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في كافة المجالات اشتركوا في القناة